أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قطحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسدنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير ما العاديات ضبحا والموريات قطحا والمغيرات صبحا أكسم الله سبحانه في هذه السورة بالعاديات وهن خير المعركة خير الغزاة في سبيل الله سبيل الحق وسميت الخيل عاديات لأنها تعدو أي تجري وعندما تعدو تضبح والضبح هو ما يسمع من صوت أنفاس الخيل عندما يشتد جريها والموريات قطحا أي التي توري النار بكتحها الأرض قطحا والإيراء هو إخراج النار يقال قدح الزند فأوراء والمغيرات صبحا أي التي تغير على العدو وقت الصباح يجري سياق هذه السورة في لمسات سريعة عنيفة مثيرة ينتقل من أحدها إلى الأخرى رقضا وثبا وقفزا في خفة وسرعة وانطلاق حتى ينتهي إلى آخر فقرة فيها فيستقر عندها اللفظ والموضوع والإيقاع كما يصل الراقض إلى نهاية المضاف وكيف تبدأ هذه اللمسات السريعة العنيفة تبدأ بمشد الخيل العادية الطابحة القادحة للشرر بحوافرها المغيرة مع الصباح المثيرة للغبار التاخلة في وسط العدو فجأة تأخذه على غيرة وتثير في صفوف الذعر والفرار يليه مشد في النفس من الكنود والجحود والإثرة والشح الشديد ثم يعقبه مشد لبعثرة الكبور وتحصيل ما في الصدور وفي الختام ينتهي النقع المثار وينتهي الكنود والشح وتنتهي البعثرة والجمع إلى نهايتها جميعا إلى الله فتستقر هناك إن ربهم بهم يومئذ لخبير وأثرن به نقعا هو الخيل أثرن به أي فهيجن به بذلك الوقت نقعا أي غبارا فوسطن به جمعا أي فتوسطن في ذلك الوقت جمعا من جمع الأعداء إن الإنسان لربه لكنود هذا هو جواب القسم أي إن الإنسان لكفور بالنعمة يقال كمد النعمة يكندها أي جحدها وإنه على ذلك لشهيد وإنه أي وإن الإنسان على ذلك على كنوده لشهيد يشهد على نفسه ولا يقدر أن يجحده لظهور أمره وقيل وإن الله على كنوده لشاهد على سبيل الوع وإنه لحب الخير لشديد المراد بالخير هنا الماء أي وإنه لحب المال لشديد مثل ما قال سبحانه وتعالى في سورة أخرى وتحبون المال حبا جمع أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور الاستفهام للاستنكار أي أفلا يعلم هذا الإنسان الذي يكفر بنعم الله ويجحد بها ويحب المال حبا شديدا أفلا يعلم ويتذكر يوم البعث وهو المعبر عنه بقوله إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور أي جمع مفصلا ومحصلا من الصحف وهو مششد عنيث مثير بعثرة لما في القبور بعثرة بهذا اللفظ العنيث المثير وتحصيل لأسرار الصدور التي خبأتها بعيدا عن العيون إن ربهم بهم يومئذ لخبير فالمرجع حينئذ إلى ربهم وإنه لخبير بهم وبأحوالهم وأسرارهم والله خبير بهم في كل وقت وفي كل حاء ولكن لهذه الخبرة يومئذ آثارا هي التي تثير انتباههم لها في هذا المقام إنها خبرة وراءها عاقبة خبرة وراءها حساب إن السورة مشوار واحد صاخب ثائر حتى ينتهي إلى هذا القرار معنا ولفضا وإيقاعا على طريقة القرآن الكريم مستمعي الكرام إلى حلقة أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله قبسات من القرآن اشتركوا في القناة